موسيقى وأسعد الله صباحكم جميعاً وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في روم جديدة من كبر دماغك أخبار تكنولوجيا اليوم أخبار تكنولوجيا اليوم الجمعة جمعتكم مباركة الموافق 22 نوفمبر لـ 2024 فيا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً وإحنا نايف معكم من كلاب هاوس، شاتر، وتيك توك إلى منصات يوتيوب، إنستغرام، وأكس، فأينما كنتم حياكم الله موسيقى وباتماناً من أصدقائنا اللي موجودين معنا إنهم ما ينسوا إنهم يعملوا خصوصاً لأصدقائنا اللي ما توصلوا مش عارات كلاب هاوس، فيلا جماعة الخير بينك، لايك، انشير موسيقى يا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً أحياكم الله في لوم جديدة من كبر دماغك، أخبار التكنولوجيا اليوم، أنا صوت شوي مرحوح اليوم، فأعذروني باركة عندنا يوم يعني كتير إجتماعات هيك، فكان صوتي شوي مرحوح لكن إن شاء الله خير، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، أنا دخلنا الجمعة لسه في الولايات المتحدة، ضيلهم كمان نص ساعة شوي، بدخلوا بيوم الجمعة، لكن في دولنا العربية الحمد لله إحنا، بدأنا في يوم الجمعة، فجمعتكم مباركة، وإن شاء الله تكون مباركة علينا جميعاً، وعلى كل أصدقائنا في كل مكان، خلين نبدأ بخبارنا، رح نبدأ شوية أخبار هيك خفيفة، أعلم أن نحمي مع بعض وإن شاء الله ندخل على المعلومات التقيلة فيما بعد، رح نبدأ بخبر سريع هيك من SpaceX، طبعاً أنتم عارفين جماعة SpaceX وإطلاقاتهم الفضائية أصبحت روتينية لدرجة أنه يعني ربما بعض منها لا يحظى بأنه يكون من نتائج الإخبار، يعني الأشياء الممكن لناس تتفرج عليه أو تتكلم عليها في الأخبار، لكن أمس جذبني أحد الفيديوهات لأحد أصدقائنا الطيارين وضعه على حسابه على تيك توك، وهو يصور ما يسمى بقطار Starlink، اللي هو مجموعة من الأخبار الاصطناعية تبعت Starlink اللي متتابعة، أول ما تطلع من أول عملية تبعتها، بتكون ماشي كوليتها في خط مستقيم قبل ما تبدأ هي تعمل مناوراتها وتتخذ مواضعها اللي المفروض تكون موجودة فيها حول الأرض في المدار، لكن في البداية بتكون كلها صف واحد منطلقة مع بعض، وهذه الطريقة يعني صارت متكررة مراراً، أمس كان في عندهم أيضاً إطلاق جديد، أطلقوا 24 قمر إصطناعي، بس مش هون الفكرة، هذا الإطلاق كان الإطلاق السابع في أسبوع واحد، يعني الجماعة وصلوا من طبعاً ما بين الإطلاقات تبعة Space X اللي خاصة بالأقمار الإصطناعية التجارية اللي هم عم بيطلقوها إلى الإطلاقات اللي بيعملوها علشان Starship، واحد من الإطلاقات اللي هم عملوها، استطاعت هذه الشركة إنها تصل بعدد الإطلاقات الأسبوعي إلى سبع إطلاقات، هذا الشيء مذهل، لما تفكروا أنتوا أن جماعة ناسا وغيرهم كانوا يأخذوا سنوات أحياناً بين الإطلاق والإطلاق، ما بدنا نحكي أشهر، سنوات وصلت، غير أنه في أوقات كانت ما في عندهم إمكانية أنهم يطلقوا أي شيء، هذا بعد ما عملوا جراوندينج للـ Space Shuttle اللي هو مكوك الفضاء لما توقفوا أو منعوه من الإطلاق سنوات، ما في شيء يطلق، فالجماعة هدول وصلوا إلى مرحلة من جعل هذا الموضوع الرويتيني إلى إنها شيء يستحق عن جد الإعجاب والتقدير، أنت تنساش إنه كل واحد من هاي الإطلاقات بيكلف عشرات الملايين، والأقمار الإصطناعية المجدعية ممكن تكلف مليارات، لكن الجماعة هذين هذين عملينها زي الـ Clockwork شيء مذهل، إحنا في عنا طائرات معا ما لا تطلع بهذه الدرجة من الدقة، عنا موعد قطارات معا ما لا تزبط لهذه الدرجة، كيف الجماعة هذين أدري أنهم يعملوا كل هذا بهذا الوقت القياسي، وإحنا نتكلم مش عن شركة عمرها خمسين سنة، نتكلم عن شركة جديدة يعني بشكل عام، فمذهلين جماعة SpaceX ومذهلين جماعة Starlink كمان في قدرتهم على الإطلاق كل هذا العدد الكبير من الأقمار الإصطناعية، أتوقع العدد عندهم وصل حوالي، إذا أنا مش غلطان، يمكن حوالي 4000 وشوي، أو قريب من 4000، فالجماعة ما شاء الله يعني عمالهم بشتغلوا بشكل جعل هذا الشيء، بتخليك تشعرك أن هذا الشيء سهل شكله أن الناس بتقدر تعمله، لا هو مش سهل، اسمه rocket science for a reason، يعني بسموه لما بتكلم عن شيء أنه صعب، بقولك it's rocket science، وهذا rocket science، فالجماعة هدول يعني موصلين لمرحلة ما شاء الله عليهم، يعني الواحد بيذهل وبيتمنى أن يكون بنفس السياق معهم أو يكون في عندنا منافسين لهم، بالطريقة اللي هم عمالهم بطلقوا فيها الأقمار الإصطناعية تبعتهم، وبهذه الوتيرة العالية، طبعا أنا متأكد السنة رح يحطم رقم القياسي تبعهم تبع السنة الماضية، أتوقع حطى مو بشهر 8، اللي هو 100 إطلاق كان، ولا 100 وإشي إطلاق، بشهر 8 وصلوا هذا الرقم، فمذهلين، وواضح أنه في اقتصاد فضائية جماعة الخير، في هناك اقتصاد فضائي، هذا الشيء يعني المفروض أنه إحنا ما نفوت علينا الفرصة في أنه نحصل على جزء من هذا الاقتصاد، لأنه رح من الأماكن اللي عمالها تنمو، صحيح، في عندنا أشياء ثانية، ذكاء الإصطناعي ومش عارف شو، مايكرو بروسسور، مانفاكتشرينج وفاوندوريز وهي الأشياء، كلها ممتازة هاي، بس أيضا الاقتصاد الفضائي لازم إحنا ما يفوت علينا فرصة الاستثمار فيه، وكذلك يعني أنه تصنيعه عندنا، مش لازم بس نستثمر فيه ونكون متفرجين، نستثمر فيه عن طريق أنه إحنا نعلم أولادنا ونجهز جامعاتنا ومصانعنا نحن لشان تستفيد من مثل هذا الشيء، فلعله خير، إن شاء الله نشوف إحنا اهتمام أكثر في مجال الفضائي، وعلى فكرة في بعض الدول العربية مهتمة بهذا المجال بشكل جيد، الإمارات، السعودية، حتى بعض الدول اللي انت ما تستغرب إنها قطر في عندهم أقمار إصطناعية خاصة فيهم، زي سهيل سات هذا مثلا، هذا سهيل سات يعني المهتمين أو المستفيدين منه أكثر شيء هم جماعة الراديو، الناس اللي تستخدم الراديو في الاتصال، بس منطقة الشرق الأوسط مستفيدين منه، بيعمل كريلي للاتصالات تبع الناس اللي تستخدمون الراديو وهيك، ففيه، فيه شغل عنيف يعني بهذا المجال، وإن شاء الله إحنا بالفعل الاقتصاد الفضائي هذا ما يفوت علينا فرصة الاستثمار فيه، وبداية التكوين على الأقل القدرات لدعم هذا الاقتصاد محليا، طيب، مجموعة من الباحثين بعد سنوات يعني هم صلهم عمالهم برصدوا في هذا الشيء سنوات، استطاعوا إنهم يصوروا أول نجم بيتم تصويره خارج المجارة تبعتنا، وإنتوا عارفين مجارة تبعتنا اللي هي مجارة تربية تبعنا، نحن دائما التصوير تبع النجوم تبعها مستمر وصار له يمكن عن مئات السنين، صحيح؟ إحنا ما في عنا يعني ما بتشوف النجم بشكل واضح جدا، ولكن الآن التقنيات عمالها بتتحسن لدرجة أنك أنت ممكن تشوف بعض الملامح اللي موجودة على بعض النجوم، زي ما صار قبل شهر تقريبا لما صوروا حتى كيف النجم في بعض المناطق في ما يشبه البقع الشمسية بس لأنه نجم كبير جدا فطالع مثل البابلز هيك مثل الفقاعات الكبيرة من النجم، هذا النجم اللي صوروه هو نجم موجود في سحابة مجلان الكبرى في مجرتين ساتيلايت غالاكسيز بسموها، مجرات تابعة للمجرتنا، درجة بتتبعنا مجرات صغيرة صغرى، بتدور أو هي في المنطقة اللي حوالين المجرة تابعتنا، ولكنها بعيدة عننا، احنا بعيدة عننا حوالي مئة وستين ألف سنة ضوئية، يعني مسافة بعيدة جدا، لكن مش مثل مثل مجرة مجرة كاملة مثل مجرة أندروميدا، مجرة أندروميدا بيننا وبينها بثنين ونصف مليون سنة ضوئية، يعني أكثر من هاي بمئة إلى مئة وخمسين ضعف، المهم عملية التصوير هذي كانت شاقة ومضنية، وطريقة التصوير بيستخدموا فيها تيليسكوبات تداخلية، هاي تيليسكوبات بتأخذ الصورة من أكثر من مكان أو أكثر من مرصد بنفس الوقت، وبتداخل هذه الصورة حتى تحصل على شكل هذا النجم اللي هو من زمان عارفينه أنه هو واحد من العمالقة الحمر هايبر، يعني شو سموه؟ هايبر جايينت، أو شيء زي هيك، ريد هايبر جايينت، يعني النجم أحمر عملاق، هذه النجوم عادة تكون في نهاية حياتها، وعلى وشك أنها تروح نوفا، يعني أنها تتفجر تحت خسارة الكتلة تبعتها، والطاقة اللي موجودة فيها غير كافية على أنها تخلي النجم يستمر على أنه يعطي أو يستمر بالإضاءة، هذا شيء ما بحصلش مع النجم تبعنا نحن نجمنا الحمد لله، لأنه في ناس بتعظم لك الشمس زيادة عن اللزوم، نحن نجم عادي متواضع بسيط يعني مثله مثل النوع المعتاد أو النوع العادي، مش النوع حتى الكبير من هذول النجوم اللي بتحرق الطاقة تبعتها أو الكتلة تبعتها بسرعة، وتتفجر، أو النجوم الصغيرة اللي ما بتطلعش طاقة كتير وبتضلها لسنوات طويلة، نحن نوع المعتاد الكويس يعني أحسن نوع، فالمهم هذه نجومنا حيو فيها إنها بتكون مستقرة لفترات طويلة جدا، فبتسمح لي إنه نحن نستطيع إنه نعمل حضارتنا ونظلنا عايشين بدون نجم تبعنا يؤتلنا، ترى كل شيء بيكون بيحاول يقتل الحياة، خلوا بالكم يعني حياة هذي شيء نادر جدا، وثمين جدا، لهذا السبب إحنا لازم نحافظ على كوكبنا قدر الإمكان، لأنه لو لا سمح الله إحنا كنا يعني النجم المحلي تبعنا كان من نوع مختلف، كان الحياة ما كانش إلها أمل أصلا إنها تستمر على الأرض، فسبحان الله يعني ربنا رحمنا وأعطانا نجم من النجوم اللي ممكن إنه إحنا نستفيد منها، المهم فهذه الصورة طبعا المقربة إلى النجم تظهر لإلنا إنه النجم شكله غير اعتيادي، غير منتظم، وهو على وشك بالفعل إنه يتفجر وخلص يعني يروح نوفا، في احتمال إنه إذا في حالة إنه راح نوفا أو يعني صار سوبر نوفا تفجر هذا النجم، إنه ممكن إنه نشوفه من الأرض، يعني مع إنه مية وستين ألف سنة ضوئية يعتبر مسافة بعيدة جدا، إحنا النجوم اللي بتشوفها بالسماء هذي أبعد نجم يعني بتشوفه بعينك ما بزيد عن ألف سنة ضوئية، تتوقع إنه ملايين ومليارات سنة ضوئية هذي ما بتشوفها بعينك، هذي انت بحاجة لتليسكوبات، وهو تليسكوبات قوية جدا علشان تستطيع إنك تشوف مثل هاي الأشياء، مشان هيك لما بحكوا لك بمليارات السنة ضوئية، هذا هابل اللي بصورها، جيمس ويب، تليسكوب هذا اللي موجود في تشيلي، تليسكوب بتمانية متر، أرض المرآة تبعته ولا شيء زي هيك، تمانية متر، مش عينك اللي هي نص صانتي هاي اللي بتشوف المجرات البعيدة، بتشوف يعني إحنا النجوم بس القريبة علينا، أما بعد هيك ما بنشوفها، حتى بداخل مجرتنا إحنا يا دوب، لازم يكون في تجمع كبير من النجوم عشان نستطيع إنه نشوفها، غير عن هيك نجمة واحدة بذاتها عينك ما بتشوفها، أكثر من ألف سنة ضوئية، فمرة تانية، على فكرة هاي في ناس هيك شوي مرات بتبارغ، بحكي لك إحنا رأينا ملايين السنوات ضوئية، مش بعيونك، مش بعيونك شفتهم، هذه تصوير تليسكوبات، إذا عندك تليسكوب نعم ممكن تشوف بعض هذه الأشياء، طيب نكمل إحنا في مجموعة أخبار لطيفة هيك كمان، صار في نوع من التراشق ما بين إيلون موسك وجيف بيزوس، اللي هم من أثرياء العالم طبعاً، وهدول العالم لما بتلعب تلعب على كبير، تراشق ما بينهم إنه إيلون موسك تهكم على جيف بيزوس، إنه قال أن ترامب سيخسر الانتخابات، فرد حتى الجمهور ردوا عليه حكوله لا، كلامك بالصحيح، لكن هو كان بيستهزئ شوي بجيف بيزوس على هذا الموضوع، فرد عليه جيف بيزوس إنه 100% not true، كلامك 100% خطأ، هذا الشيء طبعاً رد عليه إيلون موسك بأنه I stand current corrected يعني أنا ماشي، شكراً أنك صلحت المعلوم الخطأ اللي موجودة عندي، بس هذا الرجال يعني زي ما إنتوا شايفين، الموشن الانتليجنس اللي عنده منخفض جداً، ومش هذي الشغلة اللي تعير فيها شخص يعني، واحد حكى لك إنه ترامب رح يفوز أو رح يخسر، شو المشكلة؟ عادي، يعني مش هذك الشيء اللي أنت تروح تتكلم فيه على العلن وتحاول تذكر فيه الأشخاص الآخرين، غريب، غريب إنسان جد يعني غريب، ولكن هاينا إحنا مضطررين نتعايش معه لأنه ثلاث عاد، المريارديرية هدول إليهم قاول في الموضوع، ولكن المديرة التنفيذية تبعت بلو سكاي أخذت وضعت يعني ما يعادل التغريدة، وما أنه بلو سكاي شعارهم الفراشة فحنا وضعت رفرفة، مش تغريدة بهذه الحالة، قالت فيها إنه بلو سكاي هي منصة محصنة ضد المليارديرية، بليونير بروف، ما راح يكون فيه تأثير لأصحاب التوجهات الخاصة أو اللي عندهم أفكار معينة، ومش عشان نكمل بليونير يعني أنه أنت كلامك راح يكون إلو وزن أكثر من غيره، طبعا في الحياة الاعتيادية إلو وزن، بس بالنسبة لمنصة التواصل الاجتماعي مش لازم يكون هذا إلو التأثير الكبير فقط من أجل الأموال تبعته، فهذا اللي حاصل معاهم، طيب، فيه خبر، واليوم تكرر أكثر من مرة، فاحتمال أني أذكره بتفاصيل أكثر بعد شوي، أنه هناك نظرة إلى استخدام أو اعتبار أبل مثلها مثل أي بنك، والتعامل معها على أنها أحد هذه البنوك، بسبب أنها بتأخذ الفلوس من الناس، وبتحط لهم الفلوس في حساباتهم، وبتقوم بعمليات زي المقصة مثلاً، عمليات التبادل ما بين بنوك مع بعض وحسابات مع بعض وأشياء زي هيك، أنه هناك من يطالب أن تكون أبل بغي تعامل معها مثلها مثل أي بنك، ومش بس أبل طبعاً كمان سامسونج وأي شيء فيه إلو علاقة بالدفع الإلكتروني اللي إحنا عمنا نستعمله، يكون في عليهم نفس الصرامة اللي بتكون موجودة على البنوك، هذا الشيء بصراحة متوقع، مش عارف ليش أصلاً ما بيعتبروا هذا الموضوع بهذا الشكل، لكن مكتب الحماية المالية بيطالب أن يكون هناك تعامل مع الشركات المختصة بالدفع وغيرها، على إنها مثلها مثل البنوك ويكون عليها طبعاً نفس المحاذير اللي لازم تكون على البنوك، صراحة، أنا من نظر، هذه هي وجهة نظر الفاينانشل أو من نظر الاقتصادية تبعاً الموضوع، لكن لو نظرت إلها من وجهة نظر الأخرى من ناحية تكنيكل، أنا بشوف أن أبل عندها، مش بس أبل، أبل وسامسونج على فكرة كمان، وغوغل، عندهم صرامة من ناحية التعامل مع الأموال والاحتياجات المالية أو اللي هو الدفع ما بينهم، عندهم صرامة وأخلاقيات تعامل، وكذلك أمن سيبراني أعلى من البنوك، يعني صراحة، أنا من جهة نظري أنه، أنا أتمنى أنه البنوك يكون عندها نفس مستوى الأمن اللي موجود عند أبل وسامسونج وغوغل، في هذا المجال، لأنه كل البنوك اللي بتشوفوهم أنتو أكثرهم أو نسبة كبيرة منهم، تعرضت للإختراقات، تعرضت لحسابات، تعرضت للإفراد، يعني ما خلوا إشي ما صار معاهم، هذا الرقم منخفض جداً جداً بالنسبة لسامسونج وأبل وغوغل، فأنا أتمنى أنه العكس اللي يصير، ويكون هناك بعض القيود الأمنية السايبرية على البنوك، السبب طبعاً أنه شركات مثل جوجل وأبل وسامسونج هي أصل شركات تقنية بالأساس، وأكل عيشهم أنهم يأمنوا مثل هذه النوع من الترانزاكشنز، بل أنهم فيه ابتكارات طلعت بالترانزاكشنز، الفيرتش والكريدت كاردز والفيرتش والنمبرز وهي الأشياء، ما مش موجودة أصلاً عند البنوك، يعني البنوك أصلاً تحاول أن تقدم مثل هذه الخدمة ما مش موجودة عندهم، فالشيء الذي يهمني بالموضوع أنه جميل أننا نطالبهم أن نعاملهم زي البنوك، ويكون عليهم المسؤولية للبنوك المفروض أنها تتحملها، في حين أن البنوك نفسهم ليس هم المثل الذي يحتذى في مثل هذه الحالة، يعني بعض المطالبات أحياناً تكون بالعكس، يعني إحنا مطالباً، يعني هم البنوك اللي تصير زيهم، طيب، طبعاً أنتم عارفين في أستراليا محتدم، يعني هناك حرب شعواء حالياً على العمر الأدنى للناس على السوشال ميديا، يعني ما هو العمر الأدنى المسموح فيه للناس اللي عندهم، اللي موجودين على السوشال ميديا، جماعات عمالها بالطالب بأن يكون 16 سنة، وفي ناس تانين بحكولك أنه هذا غير ديوستوري وغير مشعارشو، أنا بالنسبة لأيلي أنا شايف أنه رفع الحد الأدنى لأعمار الأطفال على مصصات السوشال ميديا، إجراء ممتاز جداً، خصوصاً بعد ما بدأنا نشوف إحنا مخاطر السوشال ميديا بأشكال كثيرة جداً، فمخاطر السوشال ميديا هاي ما كانت واضحة في البداية، فلما حطوا الرقم الاعتباطي هذا إنه 13 سنة، هذا كان رقم هيك يعني، بحد قرر أنه شو رأيكم، ولا 13 يا لا 13 مشي الحال، بدون ما يكون في عندنا إحنا دراسات مثلاً تحكينا ما هو العمر المناسب للأطفال، إنهم يتعرضوا للمحتوى اللي موجود على السوشال ميديا، فالآن رفع هذا السن إلى 16 سنة، أنا متهيئ لي إنه شيء إيجابي وربما حتى يكون أكثر من هيك، إحنا ما بدنا أطفالنا يتعرضوا لمحتويات ربما تكون تروماتايزينج، وتسبب لهم مشاكل نفسية واجتماعية في المستقبل، إحنا لا تحمد عقباها، إحنا نفسنا مش حارفين تبعاثها لأنه ما عشنا إحنا في الجو اللي عمره 12 سنة، وعماله بتواصل مع شخص عمره 50 سنة، ونوع المحتوى اللي أبو الخمسين سنة بيشوفه عادي، مش نفس المحتوى اللي بيشوفه أبو 12 سنة عادي، كل واحد فيهم إلى وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع، فأنا رح أترك هذا يعني الاختيار لإلكم، يعني كل ناس عندهم ممكن يحطوا قوانين لبيتهم، بس جميل جداً إنه سياسة الحكومة تبعتك تدعم العمر الأكبر حتى أنت كمان يكون عندك ذريعة أمان أولادك، إنهم ما يكونوا موجودين على منصة التواصل الاجتماعي إلى حد ما يصير واعي، واعي للمخاطر اللي موجودة عندهم قبل ما إنها يتأثر على حياتهم بشكل كتير كبير. العمره 13 سنة رح يكون جزء من التكوين تاعه، هو المحتوى اللي عماله بيشوفه على السوشيل ميديا، فهل تعتقدوا إنه هذا العمر كافي؟ أو يعني 13 سنة الحماية لحتى 13 سنة كافية؟ لا، أنا متهيق لي بعد 13 سنة لسه الإنسان عماله بوسع مداركه وعماله بتعلم أشياء جديدة، المفروض إنه يسمح على الأقل منعطاه فرصة إنه يتعلم بتحت إدارة أو تحت تأثير العائلة أكثر من تأثير السوشيل ميديا، كمان سنتين ثلاثة زيادة، يعني مش كتير أصلاً اللي طالبينه. طيب، فيه أخبار عن إنه الولايات المنتحدة الطالب إنه يكون فيه أو خصوصاً الحلفاءها إنه يكون فيه نوع من سياسة للحد من مخاطر الذكاء الإصطناعي، فيعني لسه الموضوع هاي بحاجة لتركيز أكتر أو توضيح أكثر إيش اللي هم يطلبوه كيف رح يكون تأثيره على المجتمعات اللي حوالينا. فيه خبر، هذا الخبر أنا أعتبره مهم جداً، وياريت بتمنى إنكم إنتوا تنتبهوا عليه. إنتوا عارفين في عنا مشكلة إحنا بالشغل اسمها البيفاس، اللي هي كيمويات اللي موجودة عندنا إحنا في معظم المنتجات اللي منستخدمها. هذه المنتجات مواد كيموية بتتسرب إلنا إحنا عن طريق الأغذية وحتى عن طريق التنفس أحياناً. هذه المواد الكيموية تدخل أجسامنا وبتضلها وبتسبب إنها مشاكل جداً. فيها مركبات معقدة من الكربون والفلورين وأشياء زي هيك فخطيرة، خطيرة على الجسم. وقبل فترة كان هناك بحث أكاديمي يظهر تأثيرها على الأطفال، تأثيرها على الرضع، كذلك وتواجدها في أماكن كثيرة جداً. أكثر واحد منهم كانت أكياس الشاي. عارفين أكياس الشاي اللي إحنا نستخدمها علشان نعمل شاي مثلاً بكمية كل واحد لوحده. هذه أكياس الشاي معالجة ببعض المواد الكيموية اللي بتسمح للماء بالدخول بشكل سريع لإلها. أن تجيب وراءها مثلاً عادية. أي نوع من الوراء؟ جيبه وحط في داخلها شاي من جهة وحط من الجهة الثانية مي. بتجد إنه المي علشان تدخل لجوة بتأخذ وقت وتطور. وإحنا هذه الأشياء عادةً بدها سرعة. إنك مجرد ما تحطها على طول تنتص المي وتصير تطلع لك لنكها تبعت الشاي وغيرها. أكياس الشاي هاي معالجة بهذه المواد الكيموية اللي أولاً ما بتتحللش بسهولة. مواد بيسموها، الجزء منها بيسموها forever chemicals. لكن جزء منها كمان بيأثر على العمليات اللي بتحصل في داخل الجسم وبتسبب أمراض لا تحمد عقباها. فأنا هم تحكي مثلاً والله ممكن أن تسبب سرطان؟ نعم ممكن. ممكن تسبب أنها مشاكل كثيرة جداً صحية إحنا في غناءنا. الآن مجموعة من الكيميائيين وجدوا طريقة لاستخدام الضوء المنبعث من LED خاصة فيهم ويستخدموه كمحفز أو كتالست ضوئي حتى يقوم بتكسير الروابط اللي موجودة في هذه الـ PFAS المواد الكيموية هاي وتحويلها إلى مواد ممكن أنها يتم مثلاً أنها تكون degradable في الطبيعة من غير ما أنها تسبب لنا أمراض ومشاكل وطبقى معانا لفترات طويلة. طبعاً أنا أعتبر أنه هذه بداية يعني أول الغيث يعني أو إحنا بحاجة لمعالجة هذه القصة بشكل جذري أنه إحنا هاي المواد اللي ثبت أنها تعملنا أمراض كثيرة على المدى البعيد نحاول نبتعد عنها أو نحاول أنه نجد بدائل إلا إلها تكون صحية مثلاً وبايو ديجريدبل وما فيش فيها أمراض يعني بتسبب لنا أمراض على المدى البعيد لكن أيضاً إمكانية تفتيتها مثلاً وتحويلها إلى مواد آمنة برضو كمان يعتبر يعني شيء إيجابي وإحنا يعني الجماعة الكيمويين اللي عمالهم بيشتغلوا في هذا الموضوع في جامعة كولورادو أعتقد أنهم يعني أنا بيتهيأ لي أنه هذا عمل يعني يشكروا عليه لأنه إحنا بدنا نخلص من المشاكل الصحية اللي عمالها تطلع لنا بسبب استخدام الكيمويات المفرط في أشياء كثيرة جداً هذه الكيمويات على فكرة ما كانت موجودة عند أجدادنا مثلاً يعني إحنا فكرة كل البلاستيكس هاي ما كانت موجودة فهذا النوع من الأمراض ما كان منتشر عندهم وما كان في عندهم إشكالية أبداً في أنه يستخدموا المواد الموجودة حواليهم الآن إحنا لا مضطرين نستعمل هذه الأشياء الأكياس الشاي زي ما حكيت لكم أكواب المواد الساخنة أكواب الشرب هاي اللي بتستخدمها مثلاً عشان شرب فيها قهوة المادة اللي من الداخل هاي المادة الشمعية اللي بتخليه الورق ما يمتص الماء ويتلف لما تحط فيه مادة برضو هذه من المواد اللي ممكن تسبب لنا أمراض ومشاكل فأولاً حاول أنك تحد بين تعرضك لإلها ثانياً إحنا على أمل أنه البحث العلمي يستمر ويعطينا حلول جذرية لمثل هذه المشكلة طيب هذا الخبر من جديد يعني إحنا مش أول مرة إحنا عملنا بنتكلم عن تأثير الشركات على الخوارزميات تبعتهم شفنا تأثير تويتر شفنا تأثير منصات التانية بس تويتر كان أكثر واحد عليه يعني علامات الاستفهام والآن بحكي لك عن الخوارزمية تبعت يوتيوب وكيف أنها تعطي إجماع أو برضى عن موضوع معين فقط لأنه الخوارزمية هاي بتوجه المحتوى إلى مثلاً الأفكار الناس إلى فكرة بطريقة معينة بأنها تدعم فيديوهات بشكل واحد هذا الشيء مقلق جداً يعني إحنا صحيح هذه الدراسات عمالها تطلع على أشياء لها علاقة بالمواضيع السياسية لكن تقلق لأنها بتحدد الوعي الجمعي تبع الاجتماع كيف عماله بتوجه يعني إذا أنا والله بشوف لك مثلاً فيديوهات معينة وعمالي ببثلك المحتوى تبعها هذا وبكرر لك بعزز لك الفكرة اللي عندك وتصير تعتقد أنه كل الدنيا عم بتفكر زيك فهذا البحث الجديد عن خوارزميات يوتيوب هذه المرة وكيف أنها تصنع القبول بشيء معين فبصراحة أنا شوي مقلقني هذا البوضوع وحاسس أنه إحنا لسه يعني على وشك أنه إحنا نكتشف لسه أشياء أخرى كثيرة معقدة بالنسبة لهذا الكلام فإن شاء الله يعني في يوم هيك رح أحاول أني أركز أكتر على تأثير الخوارزميات على المجتمع تبعنا وأنا برجع بحكي لكم أنا بوجهة نظري جريمة العصر هي العبث بالخوارزميات هاي استخدام الخوارزمية حتى أنك تجمع أو تخلي الناس إما تقبل بشيء مش مقبول أو أنك تروج لشيء مش المفروض تروج لإله أو أنك تعطي أفضلية لمنافس على منافس آخر أو منتج على منتج آخر وهكذا بدي أحكي لكم شغلة لأصدقائنا اللي بيسمعوني في مثلا تيك توك بالتحديد لاحظت مؤخرا العبث بهذا النوع من الخوارزمية واضح أصدقائي اللي مثلا عشاق الآيفون كل يوم بيبعتولي كيف الفيديوهات عن كيف أنه الآيفون أفضل من سامسونج وأصدقائي عشاق السامسونج كل يوم بيبعتولي فيديوهات عن كيف أنه السامسونج أفضل من الآيفون الحقيقة أنه الفيد تبعهم بيعزز لهم المفهوم تبعهم كل واحد منهم بيتعزز عنده أنه شوف كل الناس عمالها تحكي أنه الآيفون أحسن يا جماعة معناته أنه الآيفون أحسن في حين أنه الجانب الآخر كل الفيد تبعه بيطلع له أنه السامسونج أحسن هذا التعزيز للفكرة المسبقة اللي موجودة عندك كمان خطير جدا لأنه بيعزلك عن الواقع بيعزلك عن الحقيقة أنت ما تتقبل أنه هناك معلومة خارج الفيد اللي أنت هم عمالهم بيغذوه لإلك أو الخوارزبية عمالها بتقترحوا عليك لأن الخوارزبية بدها ترضيك بدها تجيب لك المواضيع اللي أنت عجبك وبدهم إياك تسكرول أوي ما بدهم إياك تطلع من المنصة تبعتهم بدهم إياك تضلك عندهم تصرف كل وقتك عليهم وبعدين محطولك بالسيتينجز بعد ثلاث صفحات من السيتينجز أنه كيف تحد من الوقت اللي أنت بتستخدمه على مثلا تيك توك أو على انستغرام أو غيره حتى جد موجودة بهاي الخاصية و99% من الناس ما بيعرفوش أصلا وين كيف يوصلو لها سمعوا فيها يمكن هذا إذا سمعوا فيها بيعرفوش أصلا كيف يوصلوها فانتبهوا من أنك أنت تدخل في مجال معين أو في فكرة معينة وبسبب العبث بالخوارزميات اللي عماله بيحصل أو توجيه الخوارزمية لمعلومة معينة أو تعزيزها عندك انتبه من أنك تجد نفسك مرتبط أو تحوم فقط بالدور بدائرة هذا الموضوع اللي هو فقط إلو علاقة بإنحيازاتك المسبقة اللي موجودة عندك أنت هيك ما عم ما لك تتعلم ما عم ما لك تستفيد أنت عم متعزز الأفكار السلبية اللي موجودة عندك ممكن ما تكون سلبية أنت تعزز الأفكار اللي موجودة عندك وتعتقد أنه كل المجتمع معك ثم تخرج المجتمع وتكتشف أنه الحقيقة مختلفة لهذا السبب كان في صدمة عاطفية كبيرة جدا عند الناس اللي كانوا اللي هم مناصرين كانوا لكمالة هارس لما اكتشفوا أنه لاحظة مش كل الدنيا معانا طب ليش كنا نفكرين أنه كل الدنيا معانا لأنه الخوارزميات كانت هي اللي وجهكم بهذا الاتجاه وتعطيكم الشيء اللي أنتوا بدكم إياه خلاص مش أنتوا بتحبوا هذا الشيء تفضلوا والناس صارت تعتقد بشكل خاطئ أنه هذا بالفعل حقيقة طيب كان أخبار كتير اليوم عن الروبوتس لسبب أول آخر واحد منهم لأنه فيه انتشر فيديو هيك للروبوت بيقوم بإخناع روبوتات أخرى إنها تترك مكانها وتروح أولا يعني ما خطر على باب للناس إنه بالفعل إحنا ما في عنا روبوتات بتعمل بشكل منتشر في كل مكان ما خطر على بالكم وين بتروح بتلاقي أنت روبوتات؟ ما خطر على بالكم هذا الشيء واحد من الأشياء اللي الناس لازم لما تشوف مثل هاي الفيديوهات تشغل مخها شوي بعدين الروبوتات أصلا كل واحد منهم بتكلم ببروتوكول مختلف عن الآخرين هم أصلا يعني مش تتكلم معهم هم بردوا عليك ولا إشي زي كل واحد إلو بروتوكول معين علشان يتفاعل معه ففي يعني علامات استفهام كثير جدا على الفيديو اللي انتشر إنه والله روبوت أقنع روبوتات تانيين إنهم يتركوا شغلهم ويطلعوا وين شو هذا وين إيش اللي صاير إحنا صحينا الصبح لقينا فجأة إنه الدنيا كل لاتها شغالة في روبوت عمالها بتنظف وبتغسل وبتعجز وين أنا ما جانيش ولا واحد منهم ولو سمحتوا اللي مخبيهم عنده يعني يبعث لي واحد على الأقل خلينا يغسلنا ويعملنا هاي الأشياء بدل ما أمالهم هم مستفيدين منه غريب غريب يعني فيه كثير علامات استفهام أنا ما بعرف كيف الناس أصلا يعني عدت على فلاتر الواقع اللي موجود عندهم لازم يكون في عندك فلتر اسمه فلتر الواقع اللي هو إيش هل هذا الشيء ممكن يكون موجود حقيقة يعني أنت مسدق أنه هذا الشيء هيك هيك أنه صاير وإذا صاير هيك ليش مش صاير عندي ليش مش موجود عندي في البيت ليش مش موجود عندي في المستشفى بلاش في البيت أو في المركز العلمي اللي أنا ممكن أروح أشوفه ليش موجودة هذه الأشياء وين طلعت هذه الأشياء فجأة وصارت موجودة ما علينا شركة نيسان قررت إنها تعمل أو إعادة هيكلة للمجهود تبعهم أو التواجد تبعهم في أمريكا لكن النتيجة كانت أنه 6% من الموظفين تبعون نيسان فضلوا إنهم بيخيروا نفسهم إلى التقاعد طبعا هذه واحدة من الاختيارات اللي بيكونوا معطينها للموظفين أثناء بدل من إقالتهم بيحكو لهم شو تحب تعمل في ناس تحكووا والله أنا خلاص رح أروح أتقاعد أنا رح أروح مثلا أعمل أي شيء وخصوصا إذا كانت بتسمح مثلا الشركات هاي أحيانا تدعم نحن ندعم صندوقك التقاعدي مثلا بحيث أنك تتقاعد من عندنا وخلاص يعني نحن نتعتبر أن هنا تواصلنا أو الأشياء حلو هاي الأشياء خصوصا إنها فيها هنا من العدالة مع الموظفين بتبنى إن أشوف زيها في بلادنا صندوقنا التقاعدية بشكل عام محدودة وضعيفة ويعني تترك الكثير للناس إنها تكون تأمل إلو لكن هذا اللي موجود حاليا فإن شاء الله نتعلم من جماعة نيسان طبعا سيئ إنهم قاموا بي مثل هذا الريستركترينج اللي بيخلي الناس بدون وظائف لكن تنسوش في عالم السيارات حاليا عندنا هناك ثورة كبيرة عمالها بتحصل ناس عمالها بتنتقل من السيارات العادية إلى السيارات الكهربائية من السيارات المشذكية إلى السيارات فائق ذو الذكاء اللي هي قادرة على إنها تسوك نفسها ففي عندنا طفرات عمالها تحصل ورح يكون هناك طبعا ضحايا لهذا الموضوع أدت كبير جدا من الموظفين اللي موجودين في هذا القطاع اللي هو قطاع ميكانيكي يعني قطاع شيء بيتمسك بالإيد إلى قطاع بيحتاجش أنه أي حدا يمسكه بإيده رح يكون فيه هناك رح يحكي ضحايا من الموظفين اللي رح يتحول وظائفهم إلى كل الأشياء الأخرى طيب جوجل لا تزال مستاءة من قرار الوزارة العدل الأمريكية أو اللي هو تزكية وزارة العدل الأمريكية بالقيام بأنها تبيع كروم لكن اكتشفنا أنه بس مش مطلوب منهم كروم كمان أندرويد مطلوب منهم منهم يبيعوه ويفصلوا السيرتش عن أشياء ثانية كلاتها هذا على خلفية القضية الموجهة لإلهم والتهم الاحتكارية الموجهة لإلهم كأنه الموضوع هذا لوحده مش كافي جماعة أوبن اي 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 أو اللي هم الشركة اللي بتطلع تشات جي بي تي يعتزمون إنشاء محرك بحث خاص فيهم حتى ينفسوا فيه كمان جوجل وكذلك براوزر براوزر لجماعة أوبن اي اي فهنا جماعة أوبن اي اي بعملهم بيلعبوا جوجل على جوجل يعني عملهم بيعملوا نفس حركات جوجل بس معاكسة باستغلين تفوقهم في الذكاء الاصطناعي حتى إنهم يقدموا مثل هاي الخدمات شيء جميل جدا وصراحة مذهل إنه إحنا صار في عندنا منافسة لإلهم بس ربما الآن يعني هو الوقت المناسب لدي او جي أو اللي هي وزارة العدل الأمريكيين هتنظر إلى الله يا اوكي جوجل ما كانش في إلها منافسين لفترة طويلة من الزمن صحيح والسبب هو إنه ما كانش في إلها منافسين ما حدش يستطاع إنه يعمل محرك بحث يعني يتنافس مع جوجل أو براوزر يتنافس بجد بجد مع الكروم مثلا ما حد استطاع إنه يعمل هذا الشيء لكن الآن بدأنا نشوف إنه في منافسين هاي OpenAI في طريقها إلى الصعود وشركات أخرتان يعملها بتعمل براوزر زغيرها فربما هذا هو الوقت المناسب إنهم ما تحكوا عنهم سيبكم منهم الجماعة أورلية طلع لهم منافسين والأفكار الاحتكارية اللي موجودة عندكم ربما ما خلص كانت وراحت ما بعرف بالنسبة لي لا أعتقد إنه مناسب إنه جوجل يتم تفتيتها حتى لو كانت على خلفية الخلفيات الاحتكارية لأنه نجاحك في مجال لا يعني إنك إنت قمت بممارسات احتكارية خلص ما كانش في إنت نجاح تكسرت بدنيا يعني إيش تعمل ما تكونش ناجح مثلا غريبة أبل كمان من الشركات اللي دائما عندهم برضو مثل هاي الأشياء لكن الآن في أخبار على إنه أبل تجهز أو تعد العدة إنها تجعل سيري وآسف إذا اشتغلت عندكم تكون مدعمة باللارج لانجوج مودلز علشان تكون تقدر إنها تتفاعل معك وتعمل حوارات معك كونفرزيشنال مثلها مثل تشاتشي بي تي وغيرهم طبعا يعني كيف أحطلكم إياها هاي بشكل لطيف هيك كأنه أبل متأخرة يعني حوالي سنة وشوي على الموضوع ما عنا إذا مش أكتر طبعا هما بدهم يتنافسوا الآن تخيل أنتون أبل الآن تريد أن تتنافس مع شاتشي بي تي أو تتنافس مع أوبن اي آي في هذا الشيء برجع بحكي أبل كتير متأخرة في عملية تحويل المساعدات الذكية اللي عندها نحن نسميها مساعدات ذكية مش ذكاء اصطناعي لأنه سيريا هاي مساعد ذكي مش ذكاء اصطناعي متأخرة شوي أو يمكن متأخرة كتير بعدين إحنا سمعنا من تيم كوك هذا الكلام تقريبا من إنه راح يكون بشهر أربع سنة الهاي اللي إحنا فيها أو قبل حتى وهم في وقتها كمان كانوا متأخرين فجميل إنه أبل قررت إنها تعمل ينا ذكاء اصطناعي حواء يتحاور معك مثل تشات شي بي تي وغيرها جميل جميل ممتاز بس متأخرين متأخرين كتير ويعني المفروض إنه مثل هذا الخبر يأتي كخبر سلبي على أبل أنتوا لسه ما عملتوه مع أول هيك المفروض إنه يعني مع دهشة إنه أنتوا المفروض أول ناس اللي عملتوا هذا الشيء أو بدأتوا في المنافسة مع أول المتنافسين في هذا المضمار مش إنكم جوجل مطلعا وجماعة أنثروبيك مطلعينه مبدأش ليحكي أوبن أي آي وهدول جماعة سباقين اللي بعديهم واللي بعدي اللي بعديهم أنتوا آخر ناس يعني جايين مايكروسوفت عندها يعني غريب طيب في خبر بعزز الأخبار اللي طلعت قبل فترة هذا الخبر من جديد هو إنه السيارات الذكية الموجودة عندنا حاليا خصوصا السيارات الكهربائية اللي بتتحكم بكل شي حواليها وكذا هي عبارة عن منصات تجسس متحركة هذا الكلام إحنا تكلمنا عنه وقت مصارة مشكلة لبنان ذكرين أنا هذا الكلام بنفسي حكيته حكيت هذا الكلام لما صارت تفجيرات البيجرات في لبنان وإنه إيش ممكن يكون بعد هيك طلعت من المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية في وقتها مشاكل أو يعني أفكار إنه ممكن يكون هذا الشيء يحصل أو يتحمم على أجهزة أكبر وأنا ذكرت السيارات الذكية في وقتها وطلعت برضو تقارير عن هذا الموضوع ثم طلعت أخبار عن ملع السيارات الصينية في الولايات المتحدة لأن السيارات الصينية برضو تعتبر منصة تجسس متحركة غير عن إنها ممكن تعتبر وسيلة لأداء الإغتيالات السيارة هاي ممكن تتحكم فيها عن بعد وتخش فيها في الحيط ولا تعمل فيها أي شيء أو تنجم فيها على مكان بالإضافة إلى وجود بطارية ليثيوم كبيرة فيها ممكن إنها يتم عملية تفخيخها بشكل أو بآخر ويتعزز الانفجار اللي ممكن يحصل في هذه الحالة يعني شيء خطير يعني بازم تتفكر فيها بأي شكل هو شيء خطير فمش خبر يعني المفروض إنه يكون خصوصاً لناس اللي بتتابع هاي الروم المفروض إنكم أنتم مهيئين لهذا الخبر بالسابق يعني موجود طيب في خبر إنه مايكروسوفت بدأت تستخدم بعض الأساليب لتحفيز الناس على التحول من ويندوز 10 إلى ويندوز 11 حتى من ضمنها إنه روح شتروا كمبيوتر جديد يا جماعة اللي كمبيوتركم قديم خلص منفعش مشتغلش عليه ويندوز 11 وإحنا راح نبطل ندعم ويندوز 10 فحلوا عنها فمن هون لآخر السنة المفروض إن يكون عدد كبير جداً من الناس تحولوا إلى ويندوز 11 إذا استطاعت أجهزتهم إنها تتحمل مثل هذا الشيء لكن في ناس ما راح تقدر وبالتالي عليهم إنهم يعملوا شراء لهاردوير جديد ربما ما يكون هذا الوقت مناسب صراحة أحكي لكم خصوصاً بعد تغلغوا الأبل في موضوع محاولة إنهم ينتشروا إلى الناس اللي كلها بدك تحدث كمبيوترك ربما تكون هذه الفرصة المناسبة لإنك أنك تشتري ماك فأبل عملها تلعب على هذا الوتر أيضاً وإصدارهم المؤخراً هذا اللي هو الماك ميني اللي هو الكمبيوتر الصغير جداً هذا اللي ممكن تحمله بإيدك لكن في قدرات مذهلة جداً أقوى من الدسكتوب اللي عندك موجود بكثير كمان مش شوي الماك ميني M4 الجديد اليوم كان فيه عليه تخفيض سعره نزل 100 دولار فالآن بإمكانك تشتري هذا الجهاز الرائع بـ 500 دولار فقط على أمازون ولا في إحدى الأماكن اللي عملها تحتفل بـ Black Friday فهل هو قرار حكيم؟ أنا مشوف أنه يعني مينكروسوفت عندها أسبابها هي بتحاول أنها تخرج من عملية صيانة الـ Operating System اللي صار هرم يعني صار قديم وصار التعامل معه يعني ربما بالنسبة للمبرمجين اللي عندهم كمان شيء مش مرحب فيه فأنا فاهم الطريقة اللي هم جاي منها لكن العالم الـ PC الآن على منعطف طرق في عنا تهديدات من أبل تهديدات من الشركات الأخرى أنها تدخل على هذا المجال حتى جوجل تذكرين جوجل إذا تعمل الجهاز الجديد تبعهم اللي هو مش كروم بس زي الـ PC هيك هم اللي عمليينه فهناك تهديد فالشخص اللي جاي يحدث جهازه بحكي لك طيب ممكن هذه هي الفرصة اللي أنا رح أترك فيها الـ Windows وأروح لعالم الأبل وأشوف شو اللي عمله بصير هناك طبعا أجهزة الأبل قوية يعني ما بنقدر نحكي أنها ليست بنفس المستوى لا في منها أفضل وفي منها يعني مثلا تطبيقات وأشياء تشتغل عندهم بعض منها بيأتي مع الـ Operating System يعني أنت مش مضطرة تدفع أي شيء بالإضافة لأن الـ Operating System بتم تحديثه أوتوماتيكيا وأشياء جميلة جماعة أبل موجودة عندهم فصراحة أنا مش عارف إذا هذا كان الوقت المناسب لـ Microsoft إنها تعمل هذا الشيء ولكن هذه خطة صلها سنوات يعني أو مش سنوات أكثر من سنة صلها مش سنوات كثيرة هم مشيين فيها وأتوقع أنه رح يستمروا فيها شو اللي رح يصير؟ شعار فين بس أنا بتمنى أنه ما يكون هذه الشرارة اللي بتخلي عدد كبير جدا من المستخدمين تبعون Windows يتجهوا إلى أبل تنسوش 3% يتجهوا من Windows إلى أبل السنة الماضية هذه 3% تعتبر رقم كبير جدا لأنه إن تخسر 3 من جهة وكسب 3 في جهة فهذا الشيء سيء بالنسبة لعالم LPC بشكل عام طيب برضو في بعض الموضيع هكي شوي معقدة أنا يعني بيجين للخبر بس بحاول أني يعني هذا الخبر عن مكشف طرق لاستخدام عدة منصات لتشويه الحقائق بحيث أنها تؤثر على الانتخابات موضوع شوي أكاديمي يعني أتوقع أنه خبر جيد بس بتهيأ لي أنه مش ممكن صعب أني أشرحه بهذه الروم طيب جماعة ستيم قرروا أنهم يطالبوا الصناع الجيمز أنهم يقوموا بتوضيح ماذا تحتوي الجيم تبعتهم وكذلك إذا كان في عندهم سيزون باس أو اللي هو يعني إمكانية أنك تستخدم الجيم أكثر من مرة خلال موسم معين أو شيء زي هكي أنهم لازم يضعوا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع جيد ورح يسمحوا فيه فقط للديفلوبرز اللي إلهم تاريخ مشهود لإلهم أنه يعملوا بدون يكون عندهم مشاكل يعني مش هيكون مفتوح للجميع طبعا هذه الخطوة شوي لحماية المستخدمين اللي عندهم وبنفس الوقت مزعجة للناس اللي بتصنع جيمز وبتوفرها عن طريق ستيم تمام برضو رجع نفس الخبر مرة تانية أنه أبل باي وكاش أب وهي الأشياء كلاتها أنه ينبغي أنها يتم التعامل معها مثلها مثل البنوك أو ريجوليشن تبعها مثل البنوك أنا أحكيت لكم أنها من ناحية أمنية هي متفوقة على البنوك ربما من ناحية الاقتصادية يعني كيف عملهم بمولوا وعملياتهم وغيرها قصة مختلفة بس أنا أعرف أنه جماعة أبل كانوا متعقلين مع تشيس هم اللي كانوا يعملهم إياها فمش أعرف اللي صار معهم طيب إنفيديا حذرت أنه رح يكون هناك نقص في عدد الجي بيوز اللي رح تكون متوفرة للجيمينج للناس اللي رح تستخدمها للجيمينج خلال الموسم القادم وأنهم رح يستطيعوا أنهم يغطوا الأجهزة هذا اللي موجود عندهم بعدد الأجهزة أو الأدد الجي بيوز اللي بيبيعوها خلال 2025 كذلك أعلنوا أنهم مبيعاتهم سنة عن سنة خلال هذا الربع الماضي ارتفعت 109 بالمية فما شاء الله إنفيديا يعني طايرة مثل الصاروخ وما حتش عارف يلحقهم حتى الناس مش عارفة ترجع تدخل عليها مرة تانية بعد ما ارتفعت الأسهم تبعتهم بشكل كبير جدا بس الارتفع كمان على فكرة البيتكوين البيتكوين عمله بداعي بالمئة ألف دولار حاليا وهو يعني شيء يخلي كثير من الناس الحكماء ينظرون إلى الموضوع هيك بنظرة أنه الله يشتر من اللي جاي يعني فيه احتمال كبير أنه أشياء كثير تتغير أنا عارف أنه فيه تغيرات حتى اقتصادية على مستوى الولايات المتحدة في دعم العملات المشفرة وغيرها بس هناك لعبة الله يشتر من اللي جاي وهذا لا يعني أنه الناس ما بتعمل أرباح فيها هذا التذبذب هو اللي بصنع الأرباح أصلا لما تنزل بتشتري ولما تطلع بتبيع مبدئيا هذا هي الفكرة بس متى تشتري ومتى تبيع يعني شيء معقد جدا مش كل الناس قادر على أنها يعني تعرف أو تحدد التفاصيل تبعته طيب في تعاقدات برضو من جديد من ما بين جماعة ناسا وسبايس اكس وبلو اوريجين على استكشاف القمر رح أتخطى عن هذا الموضوع هذا الخبر برضو برجع مرة تانية على كلام الخوارزميات وتأثيرها على الأفكار الناس من ضمنها هذه المرة مش على لا اكس ولا يوتيوب هذه المرة على ريدت ومجموعة من الإحصائيات اللي عمالها بتنتشر عن الأماكن اللي فيها المودريترز منحازين إلى إحدى الجهات وبالتالي لما يكون كل المكان اللي انت بتقرأ منه معلوماتك هو منحاز أصلا فانت بتعتقد أن كل الدنيا منحازة معك إلى هذا المكان وبالتالي بعزز عندك أي نوع من التطرف مهما كان حتى لو كانت تطرف صغير بيصير تطرف كبير التطرف والانحياز خصوصا للناس اللي مش متعلمة كتير وهذا الجمهور الأمريكي هيك يعني بتكون تحطوا بالكم مش عشان هم أمريكان معناها أنهم عباقرة لا نسبة مش متعلمين تعليم يعني كافي من الأمريكان ربما أكثر من كل معظم دول العالم فهدول الجماعة ممكن التأثير عليهم بسبب قلة وعيهم بشكل عام الوكالة الأوروبية للأمراض والأمراض المعدية مثل الـ CDC بس الـ European CDC قررت أنها تنسحب كمان من منصة X بسبب المسانفورميشن أو المعلومات المغلوطة اللي تنتشر عليها بشكل كبير جدا وإحنا ما شاء الله هنا سلسلة الهروب من منصة X أو منصة تويتر ما تزال عمالها وبتزيد بتزيد فالآن تقريبا كل يوم في عنا خبر عن شيء مهم أو حدث مهم أو مكان مهم أو وكالة مهمة عمالها تنسحب من هذه المنصة بسبب المشاكل الكثيرة اللي صارت موجودة عليها جماعة أمازون وسبايس اكس بيحاولوا أنهم أو مالهم بيعملوا لوبينج علشان يقوموا بإزالة قدرات النقابات والنقابات العمالية من التأثير عليهم طبعا هذا الشيء يعني بتكرر يعني قاعد إحنا الشركات الكبرى هاي عمالها بتحاول أنها تأخذ من حقوق العمال والموظفين اللي عندهم أكثر وأكثر مع الوقت وتحجيم النقابات العملية هو شيء مؤسف بصراحة لكن اللي حاصل في مثل هذه الحالات وهو شيء يعني بتكرر أنهم هم بيسعوا لمصالحهم للشير هولدرز تبعتهم فأنه ما يحصل هذا الشيء وبتمنى كمان أنه إدارة ترامب ما تكون من يعني إدارة ترامب غالبا هي منحازة للشركات الكبرى بشكل كتير كبير ولهذا السبب كان من الأشياء الغريبة جدا أنه الأمريكي العادي يقوم بمساندة ترامب في الانتخابات تبعته لأنه ضد مصلحته هذا البنياد ضد مصلحته بكل شيء فكيف قرر أنه يعملها غريب جدا ولكن هذا اللي حاصل حاليا طيب حكينا عن وزارة العدل وغوغل ومايكروسوفت ومحاورة إقرار هذا الخبر غريب جدا ولكن بنفس الوقت مهم اللي حاصل أنه إحدى الكنائس في سويسرا قررت أنها تضع المسيح عليه السلام يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي ويصير هو اللي يتكلم مع الناس ويصير هو اللي عماله بيأخذ الاعترافات اللي بتكون موجودة عندهم في الكنيسة وغيرها طبعا هذا الشيء يعني صراحة نوع من الاستغلال وبنفس الوقت ربما بيحل مشكلة الخصوصية تبعت الناس الآن اللي بسمع لك مش واحد يعني بل هو جهاز وربما مشكلة الخصوصية بصير مشكلة أكبر وعويصة أكثر بس هذا المستقبل اللي عمالنا بنقترب عليه شوي شوي إحنا رح نصير نشوف تدخل للذكاء الاصطناعي في كل المجالات وهذه بعض المجالات اللي أنا دائما بحذر بحكي أنا بتمنى أن ما أشوف الذكاء الاصطناعي داخل فيها من ضمنها الدين من ضمنها المجال الطبي ولو أنه الذكاء الاصطناعي يستطاع أنه يشخص الأمراض أفضل من الأطباء العاديين لكن مع هيك أنا بدي يكون مساعد للطبيب ما بدي يكون هو الطبيب ما بدي يكون هو بديل عن الطبيب في مثل هذه الحالة لازم يكون في عنا إحنا بني آدم اللي عماله بيتخذ القرارات في مثل هذه الأمور الطب النفسي والطب العضوي والمجالات الدينية وبداية الحروب أو إنهاء حياة البشر هذه الأشياء لازم ما تكون أبدا تحت سيطرة الذكاء الاصطناعي مهما تقدم مهما صار أفضل مهما صار يعني عنده قدرات متقدمة ما بصرش أن تكون هذا الشيء موجود فغريب وعجيب وهذا اللي عمالنا بنشوفه إحنا في شيء مسمينه The Ugly Truth اللي هو حقيقة يعني مزعجة أو بشعة اللي هو تكلفة الذكاء الاصطناعي الحقيقية وهو كمية المصادر اللي إحنا عمالنا بنهدرها فقط علشان الذكاء الاصطناعي يكون موجود وبشقال كل query إحنا عملنا بنعملها بالذكاء الاصطناعي بتأخذ تسعين ضعف لquery أو اللي هي عملية السؤال اللي إحنا بنسأله لمحركات البحث فهذه حقيقة مؤلمة ولازم يلقلها حل إحنا ما بنستهلك كميات هائلة من الطاقة هاي هيك فيلها تكلفة علينا جميعا وعلى مستقبلنا وعلى مستقبل أولادنا وعلى مستقبل الكوكب فيعني لازم خلص نبدأ نفكر بشكل حل جذري لإستهلاك الطاقة بهذه الطريقة لمنصات الذكاء الاصطناعي ولا فكرة هذي راح تكون هي أكبر عقبة هذه العقبة مما بين دخول دول مثلا نامية إلى مجال الذكاء الاصطناعي ودول متقدمة هذول الجماعة أصلا اللي بخليهم متقدمين جدا يمكن توفر الطاقة بشكل كبير جدا لإلهم لكن لما تيجي مثلا دولة مثل بنجلاديش ولا إشي سي هيك يا دوب أصلا يوفروا كهرباء للناس عشان تعيش يكون عندهم لمبة واحدة في البيت فمقلق جدا هذا اللي أعماله بحصل في بحث لجماعة البي بي سي وجدوا أنه كثير من الحسابات الموثقة عند منصة X عمالها بتروج لمحتوى إباحي للأطفال مش مناسب ولا ينبغي أن يكون موجود هناك فكيف مر عليهم وكيف سمحت منصة X بتواجد مثل هذا الشيء طبعا أمر بحاجة إلى تحقيق بحاجة لأنه تحقيق إجرامي يعني هذا الجريمة مش جريمة على فكرة على مستوى كل العالم فكيف سمحت جماعة منصة X أن يكون في مثل هذا المحتوى أنا بحكي لكم ما فيش لا رقيب ولا حسيب ولا حد عماله بيراجع ولا أي إشي فقط إذا أنتوا رحت كثبت كلمتين عن فلسطين ولا إشي زي هيك حسابك من حضر أما كل الأشياء الثانية كل البلاوة الدنيا اللي موجودة حتى الجندها موجودة هناك ولا رقيب ولا حسيب ولا حد سائل فيها خليها مش مشكلة أنت تعرف أن الموضوع وصل صار جدي مع بلو سكاي لما نيتشر المجلة نيتشر نتزل لك أن العلماء عمالهم من سحبهم من منصة X وعمالهم بنشروا المحتوى تبعهم على بلو سكاي لما توصل إلى هذه المرحلة يعرف أنه إحنا في عنا مصيبة حاصلة حاليا على كل المنصات هاي تبعت خصوصا بالتحديد X هناك مصيبة عمالها بتحصل هناك والناس عمالها بتتجه إلى بلو سكاي لهذا السبب العلماء عمالهم بحكوا أو الناس اللي بتنشر أشياء علمية عمالهم علماء بالتحديد لأنهم مجلة نيتشر عم تكلم عن مستوى أكاديمي عالي بيحكي لك أنه هذا مكان ممتع أن الناس تكون موجودة عليه خصوصا أنه خوارزميات تبعتها لا يتم العبث فيها ولا يتم تدخل البليونيرز علشان يحطوا الأجندات الخاصة فيهم اللي بيروجوا لإلها فشيء يعني مرعب اللي عماله بحصل مع منصة X والخروج الجماعي للناس اللي موجودين عليها طيب كان فيه خبرين ثلاثة طبعا حكينا عن تراشق جيف بيزوس كمان المدير السي سي المفروض أنه رح ينزل من المنصب تبعه وفيه خبر سريع ذكرنا إحنا شركة سبيرت اللي هي أشهرت إفلاسها مؤخرا لكن من ضمن الفضائح اللي طلعت بعد الإشهر الإفلاس أنه المدير التنفيذي تبعهم أو السي او تبعهم أخذ شك بونس بثلاثة وتمانية من عشرة مليون دولار على إيش الشركة عمالها رح تفلس أنت بتاخد بونس على إيش ما فيش إشي اللي تاخد عليه فأنا بالنسبة لي هاي الشركات عمالها فيها عندهم إساءة للإدارة تبعتهم واضحة جدا من الشركة عمالها تفلس وهذا عماله بياخد فلوسه أو عماله بياخد بونس كيف؟ مش عارف هذه بعض المشاكل اللي بتتعرض لها ولهذا الشركات مع أن هذه بجت أيرلاين هذه المفروض أنها بتوفي كل شيء عندهم وفرينه وهذا اللي بيمنعوك أنك تحمل شنطة معك على الطائرة إلا إذا بتدفع عليها لهذا السبب فلس عي الشركة المهم أمريكان أيرلاينز مستخدمة يعني عندها نظام تقني جديد جدا وإحنا تكلمنا عنه قبل فترة لما حكيت لكم عنه أو الفكرة بيسموها أو اللي هم القمل البوابات وهم الناس اللي بيحاولوا أنهم يقطعوا اللاين أو أنهم يسرعوا عملية دخولهم إلى الطائرة أو مش في الوقت اللي تبعهم يعني كل بيحاولون إلى زونز وبعدين بيقول لك زون فور تدخل على الطائرة بعدين زون ثري بعدين زون تو وأنه على أساس أنهم يعبوها من مؤخرة الطائرة أولا إلى المقدمة الكراسي الداخلية أولا بعدين الكراسي الخارجية حتى ما يصير فيه اكتظاظ في الممرات ويعبوا الطائرة بأسرع وقت ممكن في مثل هذه الحالات في ناس كثير ما بتهم ما بيحبوا أنهم يستنوا فبيكون هو زون فور ولا زون فايف بروح بوقف مع زون وون ومرات بيحرج الطاقم اللي موجود على الـ وبيخلوهم يدخلوها هاي الشخصيات بيسموها غيت لايس لايس يعني اللي هو القمل فطبع طلعوا سيستم متقدم جدا جماعة ما لا تحكي متقدم جدا بس يعني متقدم بعض الشيء جماعة أمريكان أيرلاينز بيمنع الناس لها تعمل هذا الشيء لما بيحاول يعمل بوردنج ترفض أنه يعمل لو بوردنج وبيتخلي يرجع إلى آخر اللاين في مثل هذه الحالة الآن هذا الشيء قادم لمطار قريب منك حطينها في مئة مطار حاليا ومستمرين في عمل هذا الشيء أنا بصراحة يعني بدي أحترف لكم أنه أنا نفسي عملت هذا الشيء فأنا ظاهر أنه كنت غلطان في أني أحاول أني أدخل على الطائرة قبل وقتي وإن شاء الله رح أحاول أني ما أعيد هذه الغلطة يعني مثل ما حكي إيلون ماسك I stand corrected مش رح أعيدها خلص وحتى أصلاً ما عنديش الـ option أني أعيدها خلص الآن الـ system رح يطل يعمل لك في ضيحة لما توصل عند الباب ويرجعك لآخر اللاين فلا خلص نحترم نفسنا ومفيش داعي أنه حد يحكي لنا كلمة هيك ولا هيك على بوابة الطائرة بش مهندس بش مهندس كلنا تقريباً عملنا حاجة بس عشان ما تكونش أنت لست وحدك يا سيد بس أنا خلص يعني مش عايدها خلص حرمت مش نقصني أنا حد يحكي لي أو الـ system يعمل علي بز ولا إيش زي هيك أنا خايف في يوم الأيام يحكو لك أنه هذه جريمة لدرجة أنك أنت يحطوك على no fly zone no fly list منوع تسافر يعني بسبب اختراق اللاين بس سبحان الله يعني في ناس بإيش وناس بإيش وذول جماعة عمالهم بركزوا على هذا الموضوع على فكرة في دراسة أكاديمية وأنا هذي يعني بتذكرها يعني لأنه يعني تعمقت فيها بعض الشيء كانت الدراسة الأكاديمية هاي وضعوا إنه إيش أفضل طريقة لتعبد الطائرة بأسرع وقت ممكن وحطوا أكتر من احتمال لنفس الطرق اللي بيستخدموها الآن ويجدوا إنها بالفعل مش ما بترفعش الكفاءة نهائيا هذا أولا ثانيا وجدوا إنه أحسن طريقة اللي تعبط الطائرة هي اللي بتعملها كانت ساوث ويست كانت تستخدم طريقة طريفة بعض الشيء الطريقة هاي كانت إنك أنت بتدخل تقعد بحل ما بدك بس اللي بيجي أول بيقعد أول هذه الطريقة كانت سريعة على درجة إنها سمحت للناس إنها تعبط الطائرة بأسرع وقت أسرع من حتى الطريقة اللي هم بيستخدموها للزونز بس طبعا أنت بتفقد أفضلية أنك أنت والله أنت حجزت المقعد الفلاني فبدك تقعد في المقعد الفلاني وبعد فترة على فكرة حتى ساوث ويست أيرلاين كمان ألغوا هذه الطريقة إنك أنت تيجي وتدخل تعود محل ما بدك يعني بيظلهم يتغير ويحاولوا معنا في كانت طريقة لطيفة كانت إنك أنت تقوم بعملية السعود إلى الطائرة من بوابتين مختلفتين يعني كانت الطائرة تيجي بجانب المبنى ويكون في إلها اثنين مكانين بدخلوا لها الناس مكان من الأمام مكان من الخلف وهذه كانت واحدة من أسرع الطرق لتعبئة الطائرة المشكلة فيها إنها مكلفة جدا لأنه هذا السكاي بريج ترى مش مجاني يعني أنت المطار بتدفع شركة طيران مبلغ على إنها تستخدم هذا السكاي بريج فهذه تكلفة أعلى لكن تعبئة أسرع وتخليك توقف عند الجيت فترة أقل لكن مع هيك التكلفة العالية هذه لا تبرر استخدام مثل هذه الطريقة طبعا في معنى أصدقاء الطيارين إحنا ممكن حتى إنهم يفيدونا ليش قمارهم بعمل سامرة أنا بس أنا عايزة أقول حاجة لما الواحد بيعمل أو بيتضيق أو عايز يدخل بالطائرة بدري هو بيقى مضيقته من الانتظار الطويل فالانتظار الطويل هو اللي بيعمل بيعمل مع الواحد كده مع الناس اللي بتسافر بتسافر كتير دي بتبقى مش أفضل حاجة يعني الناس بتحول إن هي تكويت من المطار اللي هي موجودة فيه حتى لو أنت قاعد لو أنت قاعد في مطار زي مطارات الدول الخريق برضو بتكون أنت عايز تمشير لأن من أنت فقط زيقت من الانتظار اللي بيحصل إنه إحنا خصوصاً إذا كانت رحلتك دولية أنت راح على المطار قبل بثلاث ساعات وطالع من بيتك قبليها بساعة كمان فإعني أنت صار لك أربع خمس ساعات لسه ما صلت في الطيارة لسه ما صلت في الطيارة ولأ وغير كده وغير كده أنت لما تدخل الطيارة تقريباً النتورك بتقل فأنت بيبقى هتنقاطع عن العالم حالة أربع خمس ست سبعة ساعات يعني فهي تبقى تبقى المدايقة من الانتظار أكتر منها من أن الواحد أن الواحد بس عايز يدايق وعايز يدخل الأول اللي يدخل الأول مش ياخد هدايا ولا هيدخل للآخر مش هيبقى مغضوب علي هي الفكرة أنها الآن الحمد لله صار معظم شركات الطيران صار فيها خدمة بإمكانك أنك تستخدم وهذه واحدة من ساتيلايت انترنت اللي بوجودة فمتخفف على الناس الرحلات الطويلة وكلهم صار يحطوا لك لأنه متذكرين قصة كان في قصة دائما مشهورة قصة المصاعد أنه كان في مش عارف كانت شركة المصاعد عملوا دراسة أنه الناس بتشعر أنه مصاعدهم بطيئة جدا فاكتشفوا فيما بعد أنه الناس بتمل بس هذا اللي حاصل معهم فرحوا حطوا في المصاعد مراية فصارت كل الناس لما تيجي تطلع بتحسش أنه المصعد بيأخذوا فترة طويلة لأنه بيبصوا على نفسهم اللي بيضبط شعروا اللي بيش عارف شو فما حسن بطلت تحس أنه الفترة هاي طويلة جدا اللي هي بتاخدها المصاعد وهي عمالها تصعد فنفس الشي صاروا يعملوها في شركة الطيران صاروا يحطوا لك إنترتينمنت سيستم علشان أنت متحسش أنه رحلتك الخمسطعشر ساعة هاي أنجلت خمسطعشر ساعة ولو أن الناس برضو بتمل يعني حتى بمع كل أنواع اللي بيحطوها برضو الناس بتمل عليكم بيعوننا إحنا الطيران يعني والرحلات هذي جميلة فالليكم بيعوننا الناس اللي هذي مهنتهم بالحياة يعني أنهم طول نهارهم دائما مش علقين ما بين السماء والأرض زي ما كانوا يحكوا أهريد زمان ورحهم بلد لبلد طيب قوتوم أداني هذا واحد من أثراء ثرياء الهند مشهور جدا تم اتهامه وإدانته بتهم إلها علاقة بالرشوة في الولايات المتحدة طبعا شوفوا الجماعة على فكرة الدول مثل الهند وغيرها بتحاول تحمي الناس اللي مثل هيك لأنهم اللي حاملين الاقتصاد تبعهم معينين مشغلين عندهم ملايين من البشر وطبعا هذا ما بينفي أنه هو مجرم ولا أي شيء ولكن هم بيديروا بالهم على جماعتهم ف بس عشان أكون عارف بتكون في الولايات المتحدة القوانين اللي هناك بهذه المواضيع بالتحديد صارمة ما فيش شيء اسمه الله يأعطي رشوة وقتها ويوذت لا رح تلمسك ورح يصير معك مشاكل حتى لو كنت أنت من أثرياء العالم لأنه الأثرياء الهندي يعني كلهم من أثرياء العالم كمان في مجموعة كبيرة من المستثمرين الكبار عمالهم بدخلوا وبيشتروا من أسهم انفيديا وإذا كنت بتتسأل ليش أسهم انفيديا طالعة لأنه الحيتان عمالهم بيشتروا أسهم انفيديا فيعني ما فيش مجال السمك الصغير أنه يدخل وينافس في مثل هذا المكان خلاص مدام الحيتان داخله شوف الحيتان وين عمالها المنصة جماعة نورد في بي ان متذكرين أنتم في بي ان الناس بتستخدمي في كل مكان بيحذروا أنه في طريقة هناك حتى تكتشف إذا تليفونك عماله بتجسس عليك وهذه الطريقة هما بدهم يروجوا للفي بي انتباعهم على فكرة واللي زي ما ذكرنا قبل أيام بعض الشيوخ في الباكستان أقروا بأنه أو أعلنوا أو أفتوا أفتوا إنه الفي بي ان حرام واستخدامه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية ما تطلعوش من الروم ومليش دخل هدول جماعة مش الكل يعني ما اتفق معهم المهم اللي حاصل إنه جماعة نورد في بي ان بي حاولوا طبعا يروجوا للفي بي ان تبعهم بيعرضوا عليك حل علشان تكتشف إذا كان تليفونك عماله بيتجسس عليك واللي هو إنك أنت تأخذ موضوع أنت ما بتتكلم فيه أو موضوع ما بهمك حتى ما تتواصلش مع الناس وتحكي لهم عنه اكتبوا على ورقة وأذكر هذا الموضوع أمام التليفون تبعك لمدة ثلاث أربع أيام وما تعملش عليه سيرتش ولا تحكي فيه مع أصدقائك ولا أي شيء وانظر إذا كانت نتائج البحث أو الإعلانات اللي عمالها تطلع أمامك عمالها بتيجي لهذا الموضوع تجربة مش بطالة شيقة يعني الواحد ممكن يجربها وأنا بحكي لكم من الآن فيه أشياء كثيرة بتدخل فيه داخل هذا الموضوع أنا ما باخدش كلامهم بشكل كامل إنه هو في قمة الصحة لكن ممكن تجرب إذا حابب إنك أنت تتأكد والله يتليفونك عماله بتجسس عليك أو لا وبس يعني اعمل التجربة هيكة بتجرد كبير جدا قدر الإمكان ما إنك تعبل التجربة وتروح تبحث في مكان تاني ترابس لدوك في طبعا تسريبات أو رومرز على إنه أبل تجهز تعد العدة على إنها تصنع تلفزيون خاص فيها أنا مني وعلي أنا مش مقتنع بهذا الكلام ليه؟ لأنه التلفزيونات حاليا من الأسواق المحروقة شو معنات أسواق محروقة؟ معناته إنه الهوامش الربحية في صناعة التلفزيونات منخفضة جدا 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 يعني الآن صارت صنيع التلفزيونات من أرخص الأشياء بإمكانك تجيب تلفزيون ما بعرف 50 إنش ولا 60 إنش ولا إشي زي هيك بأقل من 500 دولار لما كانت هذه الأشياء باهدة الثمن تمام ما في عندي مشكلة بس لما تنزل أسعارها إلى هذا السعر أنا أتوقع إنه أبل ما حتى عندها أدنى إهتمام إنها تدخل في هذا السوق لأنه الهوامش الربحية تبعته منخفضة خلص خلي سامسونج وهدول الجماعة يعملوا التلفزيونات ويخسروا في عملية بيعهم لتلفزيونات تبعتهم لأنه تنسوش أنتم بتصنع تلفزيونات كل فترة والتانية بينزلوك عليها تخفضات وكذا ليه لأنه عندهم ما عملها تنباع أنت كم تلفزيون تدرك تشتري في بيتك يا سيدي اشتريت أربعة اشتريت خمسة بعدين ما راح تضلع تشتري تلفزيونات والتلفزيونات حتى بطلع الإشي الجديد والكوانتم دوت والأوليد والمش حرف شو الناس ما عملها بتحدث تلفزيوناتها بهذه السرعة فهذا من الأسواق اللي زي ما حكيتكم محروق الهوامش تبعتها الربحية منخفضة وأنا أشك أنه أبل من الشركات اللي عندها استعداد تدخل على مجال ممكن تكسر فيه تلفزيون أبل إذا بتطلع تلفزيون راح تنزل لك هياب تلات تلاف دولار أو أربعة تلاف دولار طبعا هذا مش كتير بعيد عن تلفزيونات LG وسامسونج التوب تبعتهم التوب تبعهم مش بعيد عنهم لكن بنفس الوقت حتى سامسونج و LG بيعانوا من بيع تلفزيونات في هذه الفئات كم واحد راح يجي يحكي لك أنا باشتري تلفزيون بـ 500 دولار أروح أشتري تلفزيون بـ 5000 دولار ليش؟ آه هذا أبل طب ما أنا عندي الأبل تيفي بقدر أشبكه عليه وبعمل لي كل الأشياء اللي أنا بدي إياها بلاش أبل تيفي أنا بستقبل من تلفزيونات الذكية بتشبك مع أبل وبتشبك مع سامسونج وبتشبك مع هولو وبع نتفلكس وكل شيء إيش ما بدك يا عمالك بتعمله إيش الإضافة اللي أنت بتكتعملها بلاش أنا حيخلي التلفزيون العادي أبل 500 دولار يا سيدي أبل 1000 دولار وأحط عليه اللي هو الماك ميني أشبك عليه الماك ميني أبل 500 دولار وخلص صار عندي تلفزيون بيعمل كل شيء بتعمل لي أبل لازم يكون في شيء مميز عشان أبل أصلا تدخل في هذا السوق أو يكون هناك هامش ربحي عالي ما في فأنا أشك أصلا أنه هذه الرومر رح تطلع لكن هذه الرومر بتظلها تطلع على السطح كل فترة والتانية يعني تقريبا كل ست سبعة شهر برجع لنا أنه أبل رح تطلع تيفي جديد لإلها ما رح تطلع تيفي ما في داعي ما في ربح هذا الشيء ما بربح طيب على ذكر أبل والأسعار طبعا عشان بلاك فرايدي في عندهم تخفيضات كثيرة جدا أبل حاليا من ضمنها سماعات أبل Airpods Pro 2 اللي أنا دايما بحكي لكم أنه هذه أفضل سماعة في العالم خصوصا إذا كان عندك جهاز آيفون أما إذا كان عندك جهاز ثاني فهي تعتبر سماعة جيدة مش ممتازة تخفيض سعرها إلى 160 دولار تقريبا هو من أرخص الأسعار اللي إحنا شفناها لأنها عادت تنتباع ب250 فأنا ما بدي حد يحكي لي الله أن نشرتها 250 الآن مدام أنها موجودة بهذا السعر هذه الفرصة أنك تتنصها أنك تجيب لك الأبل Airpods Pro 2 فقط إذا كان عندك آيفون إذا ما عندك آيفون ومش من المستخدمين أبل ما تجيبها لأنه تصبح مثلها مثل أي سماعة تانية بإمكانك تجيب سماعة أو يعني أفضل من السماعات التانية في الجودة ولكن بنفس الوقت ما فيش فيها المميزات اللي أنت بتستفيد منها لما تكون على أجهزة أبل بإمكانك تلاقي إشعار خص وبجودة ممتازة جدا يعني تقارن فيها لعالم الأندرويد للعالم الآخر لبقية الناس اللي تستخدم البلوتوث فهذا تخفيض عليهم عندهم تخفيض كمان للماك ميني بحوالي 100 دولار نزلينه فسعره 500 دولار كمان سعر ممتاز جدا لن تنسوش أنه هذا أقوى أقوى بي سي ممكن تشتريه أنت حاليا بهذا السعر طبعا هو لسه بحاجة ل سكرينز وغيرها كذلك تخفيضات على الـ AirTags للناس اللي بتحب أنها تتبع الأجهزة تبعتها فكتير السيل شغال حاليا هو رح يستمر قالبا لبعد البلاك فرايدي والسايبر موندي بالنسبة لأبل بس هذه الفرصة اللي تشتروها ما حدي بجد بحكي لكم ما حدي يشتري ليياها هذي 250 بس مدام أنك عندك إيها أنت أقل بـ 90 دولار جيب فيهم إيش تاني 90 دولار أنت أولى فيهم هذول 90 دولار هذه الفرصة اللي أنت ممكن تقتنصها ما تدفع السعر الكامل أبدا زي ما حكينا 20% على برضو الماك ميني الخبر من جديد طبعا جماعة أبل كمان بما أنه إحنا عمانا بنحكي عنكم بتمنى منكم أنكم ما تنسوا أنكم تعملوا التحديث الجديد اللي طلع عندكم للـ 18.1.1 ليش بدكم تعملوا التحديث أو 17.6.1 كل واحد أنت حسب المنصة تبعتك ليش لأنه هناك تحذير أمني نازل عليه في أتاك موجود على أجهزة الآيفون وعلى أجهزة أبل بشكل عام أكتف إن دوايل شغال حاليا عماله بتم استهداف الناس اللي عندهم فما تتأخر هذا التحديث أمني مش تحديث فيتشرز ولا أي شيء هذا تحديث أمني أبل عمالها بتطلع لك السيكوريتي عم بتطلع لك حدثوا أجهزتكم لأنه في هجوم حاصل حاليا وينبغي على الناس لأصحاب الآيفون والأبل وغيرها أنتوا على فكرة مش مطلوب منكم كتير أشياء بس لو ما يطلعوا عندكم أبديت اعملوا أبديت بس هذا كل بدكم تعملوا فقط لا غير بخصوص الأبديت معلش أنا فتحت المايك لأينا أنا بحاول اللي عمل أبديت من حوالي عشر أيام في هل يعقل أنه ياخد 18 جيجا 18 جيجا كتير ما هو بيقول لي بيقول لي لازم تفضيلي عندك في الموبايل بتاعك 18 جيجا علشان أنا عندي 16 جيجا قاعد عمال عنده هو يعني طب يا جماعة يعني يعني أصلا مش راح مش راح عم بنزل ويندوز يعني طيب هو هو مش اللي هو محتاج 18 جيجا بس هو هذا الحد الأدنى علشان هو يعمل شغله لأنه هو لما ييجي بده ينزل الـ operating system بتاعه بده يشيل أشياء ويحط أشياء ورح يكون عندك two operating systems شغالين بنفس الوقت علشان لا سمح الله صار في مشكلة يرجع للقديم حتى احتمال يكون عندك مش بس نسختين نسختين أو ثلاثة فهو بيحط لك الحد الأدنى اللي هو بيقدر يشتغل فيه براحته فالله بعينك شوية فيديوهات من هون على شوية ما يا عم سامر حرام والله العظيم وربنا حرام أنا مش عارف أن نبدأ مع أبل دي الحد فين والله هلأ هلأ صباح الخيب اي اي احمد صباح الورد كويدر على عيني هلأ الله يخليك يا مرحبا عملي في التلج اللي عملي ينزل عندنا دا يا كويدر والله هكذا راح نموش من بتبرد بس يلا لا لا خلاص والنهاردة ان شاء الله درجة الحرب بردنا وبيكفي هلأ بالنسبة طبعا يا صدقاء أنا في المملكة المتحدة يعني لازم يخقولنا ان عزيمة العواصف والكربة مطوعة درجة الحرارة مبارح أول مبارح وصلت لمائنس تمانية ومائنس تسعة بالليل فأنا أنا بسكوتلنبا فعليا فوق يعني من شمال أب نورد أنا عندي كانت ناقص عشرة مبارح وعندي تسلق وتخيل انت بقى هلأ بالنسبة لل 18.11 هذا آخر أصدر نزل هو أربعمائة ميجا كله على بعضه بس مو أكتر يعني المفروض ما يأخذ معك شيء نسعة لا أعتقد أنه عنده مشكلة هو من قبل لأنه هذا ما صارلوش اليومين ثلاثة طالع بس هو عنده بتحييق لي مشكلة من قبل لصديقنا ميدو ولهذا السبب بيحاول يفضي أكبر عدد كمية ممكن من التلفون بتاعه علشان يعمل الابديت تماما أنا لاحظت أنه لما تغير مثلا من 14 أو 15 تطلع للآيفون 16 مثلا بيطلب منك شيء لأنه رح يكون أكتر من 16 جيجابايت أنا طلعت عندي هاي المسيج صراحة يوم يومين بعدين اختفت لحالها يعني حاول مرة ثانية تعمل تعمل وشوف أو عطيها يوم يومين هي وجهة نظري طيب جميل جميل جدا شكرا شكرا لكم محمد يسري عماله بتتبع نظرية شاي الليبتون معانا طيب يا جماعة الخير أنا طولت عليكم في عنا شوية أخبار بس أنا عشان اليوم في عنا صلاة الجمعة وإحنا أصلا مش ضيل لوقتي أدوب أصلا الحالي فخلينا نشوف إذا في حد من أصدقاء أنا وحايد تضيفنا أي شيء فليتفضل مشكورا يفتح المايك ويتكلم وأنا حلقة نظرة سريعة على التشات غير الآيفون ممكن ممكن سؤال أبشواند السامر أنت كلمت على إنفيديا وأسهم إنفيديا والحيتان وكله داخل داخل بيدوس فيها بيديوس نانو أنا عايز أسأل سؤالين أول حاجة هل السمك الصغير ممكن يمشوا على الحيتان ولا لا ده أول سؤال آه ممكن ممكن بس يدير باله لأنه الحيتان ممكن في أي لحظة من اللحظات هي في عندها أجندة خاصة فيها تقعب على مستوى كبير أوكي والسؤال الثاني هل بيفوز ترامب وإيلون ماسك والسابورت الرهيب بتاعه هل ده بيدي موتيفيشن برضو للسمك الصغير أنه يروح ينفيس لا الانفيسمنت هاي مالهاش علاقة يعني أنت بتحاول دائما أنك أنت تشوف الشركات اللي أنت ممكن أنك تستثمر فيها قدر الإمكان فاللعيب الأكبار عندهم أجندات يعني مثلا ورن بافت اللي هو يعني أكبر حوت موجود لأنه هو أكثر واحد بتعامل مع الأسواق المالية قرر أنه في وقت من الأوقات أنه يبيع أسهم أبل ما حتى كان فاهم ليش وبع أسهم شركات كتير كبيرة وكون كمية كبيرة من الكاش صارت موجودة عندهم هذه مخاطرة طبعا ما يكون عنده كاش كمية كبيرة لكن كان بيحاول أنه يغير اتجاه الشركة في الأشياء اللي هم عمالهم بيستثمروا فيها فالبيع تاعه ما كان مفيد للسمك الصغير يعني هذا حوت إذا تبعته أنت خسرت أسهمك في أبل اللي هي دهب يعني أسهم أبل يعني أنت طالما أنك أسهمك هناك أنت وضعك مستقر شركة مستقرة أسهمها ما فيش فيها تذذبذب عالي ثلاثة ونص تريليون تقريبا الشركة وضعها لوز ما حدش يهرب منها فهو ليش عماله ببيع إذا تبعوا السمك الصغير كان خسر نفس الشيء مثلا أنك تروح في الفترة اللي هو باع فيها أنك تبيع أسهم إنفيديا برضو اللي يباع في ذلك الوقت راحت عليه فرصة أنه ارتفاع إنفيديا لا ثلاثة وستة تريليون فمش دائما الحيتان هاي الواحد بيتبعها لأنه هم عندهم أجندات عنده أفكار أخرى هو عماله ببيع علشان يقلل على حاله مثلا التبعات الضريبية مش لازم أنك أنت تعمل زيه هو عنده أسبابه إحنا مش شرط أنه نتبعهم لكن استثماراتهم بتكون استراتيجية اللي عندما يستثمر بشركة هو شايف إن هاي الشركة راح تكبر فكتير من المستثمرين بيتبعوهم لهذا السبب إنه هذه الشركة واضح إنها راح تربح في المستقبل هو ما استثمر فيها عبثا وكمان مرات بيستثمر فيها يعني لأنه والله يبدو يدعم هذه التقنية أو بتفيده أو صاحبه مش شرط حتى تماما أبدا إنه يكون السبب هو يعني مية بالمية ربح فيعني الواحد بيتبعهم بقلق وأفضل إنه الواحد يعمل الهومورك بتاعه يشوف الشركة شو عمالها بتصدر شو عمالها بتنتج وموقفها المالي موقفها القانوني عندها مشاكل قانونية عندها مدقق صحيح زي السوبر مايكرو هذول مصيبة صارت عندهم بسبب استخدام شركة مدققين حسابات غلط أو كان فيه نوع من في التبليغات أو تبليغ المعلومات المحاسبية تبعتهم خسروا 50-60% من قيمتهم للشركة بس على هذه الغلطة البسيطة فلا أنت لازم تعمل هومورك بتاعك ولازم تشوف الشركة اللي مناسبة ل يعني استراتيجية الاستثمار تبعتك وتدرسها وتعرفهم بيعين كيف مبيعاتهم كيف العوائل تبعتهم التقارير تبعتهم السنوية الكوارتر كيف وبعدين تعمل القرار تبع الاستثمار بناء على معرفة مش بناء على يعني ملاحقة الهوامير أو الحيتان الكبار هذول لأنه بالآخر الجماعة هذول عندهم أجندات لا تتوافق مع السمك الصغير وممكن أن يضيعك مشكور مشكور يا هندسة الله يباني فيك سحادي هنا سامر تفضل أكيد أنا عندي تخوف من البابل بتاعت العموما يعني أنا شايف أنها بتكبر بشكل مش بريفليكت الوقع الراشنال اكزوبرانس اسمها الراشنال اكزوبرانس فخيف مش عارف سنة سنتين بعاشرة بس لازم البابل دي في وقت من الأوقات هتفرع يعني ما تقلاش إحنا إحنا الحمد لله يعني ماشيين في الأسواق هذي ببركة رب العالمين وعايشين من بابل لبابل يعني إحنا عملنا بنقفز من بابل لبابل الحمد لله وماشي الأمور حتى الآن من بداية الألفينات لكن في قطاعات البابل تبعتهم والبرست أكيد لأنه هاي القطاعات أصلا النمو تبعها مش منطقي النمو تبعها في لعيبة في ناس عمالها بتلعب في ناس عمالها بتحرك الماركت بهذا الاتجاه وهذا شيء خطير جدا لهذا السبب إحنا صار في عنا الترمن اللي اسمه الـ AI Washing اللي هو أنك أنت تمهر أي شيء بأنه هذا في ذكاء اصطناعي وبترتفع قيمة 30% من ضمنها برضو الشركات مش بس المنتجات فهذه الفكرة نعم رح يكون في تصحيح رح يكون في عنا الـ AI Bubble هاي رح تتفرقع والـ 15 ألف شركة اللي طعوا كلاتهم بشتغلوا بالذكاء الاصطناعي انتوا شو بتعملوا بالذكاء الاصطناعي تلاتة رباعة هم بغيروا لك بالصور ومش عارف أشياء تافها ما استفدناك ذكاء الاصطناعي رح يبقى عندك العدد الصغير جدا من الشركات اللي عارفة إنها تشتغل صح عارفة إنها تتحكم بتكاليف تبعتها الكوست تبعتها under control والعوائد تبعتها كبيرة وهدول بنعدوا على الأصابع جد حرفيا بنعدوا على الأصابع فما تأخذكم فكرة إنه والله إذا كان الاصطناعي حاليا في طفرة كتير من الشركات اللي بتشوفوها هاي رح تتبخر خلال السنوات القادمة وأصلا المنتج تبعهم انت فكر فيه أنا ليش بدي أعمل هذا الشي نفس الكلام حصل في بداية الانترنت في بداية الألفنات لما صار في عندنا إحنا ال .com bubble كل الشركات صارت تطلع there is a .com for that وصارت تطلع لك أفكار ما لهاش أي قيمة بعد فترة كلها تطارت وبقي يمين الشركات بتنعد على الأصابع ياهو أمازون إي باي جوجل هاي الشركات اللي نجت من ال .com bubble و they thrived بعد ال .com bubble كبروا صاروا أكبر شركات في العالم لأنها نجت من هذه البابل نفس الشي بالنسبة للذكاء الاصطناعي رح يحصل الآن انتبهوا من الآلاف الشركات اللي عمالها تطلع مش معناها حكات كلمة ذكاء الاصطناعي يعني تروح أنت تستثمر فيها أو تعتقد أنه هذه خلص مش عدت هاي فيها ذكاء الاصطناعي يا عمي خلص أكيد رح تكون شغالة لا معظمها رح تتبخر يعني pipe dreams بسموهم رح تتبخر وما رح يكون فيه إلها أي وجود بالإضافة لأنه الشركات الكبيرة تبعت الذكاء الاصطناعي مش رح تترك فتفوته لشركات الذكاء الاصطناعي الصغيرة يعني الشركات اللي كانت تحكي لك والله أنا باخد لك البي دي افتاعك وبعمل لك مرج الان صار جوجل يعمل لك إياها وصارت جماعة أدوبي أدوبي نفسهم صار يعمل لك إياها مين ما بدك صار يعمل لك هاي الشغل فالشركات الصغيرة اللي كانت قائمة على الشغلة واحدة يعملوها رح يتبخروا أيضا والشركات الكبيرة رح تاكل كل اللي موجود مش رح يخلل لهم ولا أي شي حبابتنا الرأس ملع حاجة تانية بس لفتت نظري في المحادسة اللطيفة اللي حصلت على تغيير الجو خصوصا في انجلترا يعني الفلبين عد عليها في خلال عشر أيام أربعة تايفون ده أعلى رقم في تاريخ إحنا عنا عنا اثنين سايكلونز عنا اثنين سايكلونز يعني المطاط الكهرباء عنا في المنطقة يعني أول أمس وفي احتمال اليوم كمان في عنا warning severe weather warning فالحمد لله وآيسلند في بركان جنب يعني جنب cities يعني جنب major cities erupted سبع مرات السنة دي برضو highest record ف global warming جماعة مش مش هزار لو أنه يعني النشاط البركاني ملوش دخل بال global warming سيئا سيئا في عنا مشاكل لو الجو هيبقى سخن في وقت من الأوقات ده طبعا هيأثر على النشاط البركاني بشكل أو باخر يعني تأثير ضعيف جدا يعني ما فيش رابط ما بينهم مباشر يعني العملية أصعب أكثر تعقيدا من ذلك لكن نعم في عنا تغييرات عملها بتحصل يعني هذه الأشياء بتحصل بشكل كتير كبير بس global warming المشكلة فيه مش إنه موجود المشكلة فيه إنكاره وإحنا جايين جاي عنا إدارة أمريكية تريد أن تنكر هذا الشيء وحطين لك الناس اللي بتنكر هذا الشيء في مجال في مكان العلاقة بالطاقة فإحنا جايين على أيام سودة يعني إذا بيستمر الموضوع هذا وتنسوش أنه ترمب كمان انسحب من الاتفاقيات بزمانه انسحب من الاتفاقيات الحد من الانبعاث الحراري وغيرها ثم سببه ترى مش يتفكروا إنه إحنا الدول العربية مثلا والدول النامية هي اللي سببت الاحتباس الحراري لا الدول المتقدمة هاي اللي قاعدة تصلها 300 سنة وهي عمالها بتلوث في الجو تبعنا وبتطلع لنا كربون وزفت هم زفت حقيقة مش يعني مش كلمة مش كلمة مش كلمة إهانة هم اللي عمالهم بطلعونا هاي البلاوي في الغلاف الجوي تبعنا هم سبب الاحتباس الحراري وهم اللي مسؤول عليهم مسؤولية تنظيف الغلاف الجوي ومن أشياء اللي عمالها بتحصل مش إحنا ما تحطوش علينا قوارين وإنتوا سبب أصلا التلوث كله الآن كمان هم بدهم يتنصروا من مسؤوليتهم بعد ما لوثوا لنا جونا وصار في عنا كل الأمراض اللي عمالها بتطلع هادي ترى أمراض الربو والمشاكل للتنفس اللي عند الأطفال وعند الكبار وغيرهم هاي شو بتقعوا أسبابها لأنه إحنا الهواء اللي إحنا منتنفسه مش هواء نقي ما فيش طريقة تنقي أصلا يعني على مستوى الكوكب حالي يعني ناجعة يعني ممكن أنها تأدي إلى شيء كبير ما في غير أنك تحد من الانبعاث المصانع تبعتك يا سيدي اللي موجودة عندك مصانع الحديد والبلو اللي عمالك بتطلع لنا إياها في الغواء امنعها أنها تلوث الجو في عندهم القدرة راح تخفض من راح تزيد من تكاليفهم نعم ورح تخفض من أرباحهم نعم بس أنت عمالك بتعمل هذا الشيء علشان أولادك مش بس لعائلنا إحنا أولادنا لحالنا أنتوا سبب التلوث فالآن خلص يعني بدهم يحطوا لك قوانين على مستوى كل العالم إحنا لازم نتبعها طب ما أنتوا 300 سنة وأنتوا بتلوثوا وجينين تحملونا إحنا مسؤولية تلويث تبعكم فنعم هذا اللي بيسبب لنا إحتباس حراري وتغير مناخي ومشاكل أخرى كثيرة جدا عمالها بتتكرر في كل مكان فالله يسطرنا إحنا وخلوا دائما عندكم بطاريات زيادة في البيت علشان لما تقطع الكهرباء أو شمع أو شي زي هيك لأنه مش مهم الدولة تبعتك أداش هي متقدمة في هذا المجال احتمالية انقطاع الكهرباء واردة أنا بيعزمكم تجو كلكم على لبنان عايشين بلا كهرباء ومدبرين حالنا أشطر طب أنتوا ماشاء الله عليكم يعني أنتوا متتحدون الاحتباس الحراري نحن مشغلين أضرب مشغلين موتوريت ومشغلين طاقة شمسية وهوائية وكل أنواع الطاقة لنعوض عن الكهرباء طبع الدولة هذا إعادة تعريف جرين لبنان لا أكزاك معنات إذا جرين لبنان سيريال ساتا سيد أصلا لأنه ما فيه ولا شي هناك أصلا عرفت يعني سوريا ما فيه حسرة فلي على ربك الله يكون بيعون المناطق كلياتها اللي محرومة من أبسط تقنيات التكنولوجيا الحديثة اللي إحنا متوفرة لعيننا صارها عند الجميع مئة سنة بس الله يكون بيعونكم شو بدنا نحكي يعني إن شاء الله ربنا يخفف عليكم للأسف أنا ما بقي عندي إلا إني أشكر كل الناس اللي اختارت إنها تكون موجودة معنا خلال الساعة ونصف مادية من أخبار التكنولوجيا أنا بعتذر منكم وأنا بعرف إن اليوم الجمعة المفروض إنه إحنا ما تأخرنا لهذا الوقت لكن إحنا ما شاء الله عليناكم يعني معنا حوالي مئة وستين شخص في الروم بتمنى من الجميع إنهم ما ينسوا إنهم ينضموا لعائلتنا في صحيح معلوماتك وكذلك على كل المنصات الثانية ما تنسوا إنكم تعملوا لايك لهذا البث خصوصا الناس اللي راح يسمعونا على منصات البودكاست سبوتيفاي وأبل بودكاست أو موجودين إحنا هناك غير عن هيك بتمنى منكم ما تنسوا إنكم التابع والشخصيات الجميلة اللي موجودين معنا سواء على كلاب هاوس أو على المنصات الأخرى على كلاب هاوس الموجود معنا كان من أول الروم صديقنا الباش مهندس أحمد أمين من الناس الرائعة اللي بتقدم محتوى متاز جدا وبتدعم المحتوى العربي الأستاذة باتشي اليوم غيرت صورتها إلى صورة أول نجم يتم تصويره خارج المجرة تبعتنا فشكراً لتواجدها معنا وبدعمها المستمر ووضعها اللينكات يعطيها ألف حافية صديقنا الباش مهندس مصطفى وهبي برضو من الناس الرائعين اللي بتقدم محتوى ممتاز فأنا سعيد جداً بتواجده معنا والحوار الجميل اللي قاموا فيه لأن ننسى كمان كانت معنا دكتورة هايدي واللي أنا شايفها على إنستغرام موجودة حالياً عمالها تسمع لإلنا فشكراً لتواجدها معنا ولدعمها المستمر وهي من العلماء اللي بيستحقوا إنكم تتابعوهم وتستفيدوا من محتواهم دكتورة سلمة من الناس اللي بتقدم لنا محتوى طبي ممتاز فإن شاء الله تتابعوها وتستفيدوا من محتواها القيم الأستاذ راشا المحامية من الناس الرائعين برضو اللي بتقدم محتوى ممتاز وكذلك هي من الناس المهتمين بشؤون المحلية وخصوصاً للشركات الناشئة ومضيع أخرى كثيرة إلها علاقة في المجتمع الأردني فتحيتنا لإلها وكذلك للأستاذ الزام صديقنا قتيبة من الناس الرائعين برضو اللي بتعمنا على كل المنصات فشكراً لتواجده معنا ولتعبه معنا على كل المنصات معنا كمان الأستاذة سهة من الناس اللي بتفتح رمات رائعة على كلب هاوس خصوصاً رمات الموسيقية وغيرها فمتمنى أيضاً تتابعوها وتستفيدوا من محتواها القيم صديقنا عبدالله العشري المتعلم الدائم من الناس اللي بتفتح رمات جميلة لها علاقة بالتعليم والتحفيز وعشياء أخرى كثيرة فإن شاء الله تستفيدوا من هذا المحتوى القيم وتتابعوه صديقنا قويدر يجبنا أخبار تكنولوجيا في المملك المتحدة والأماكن الغريبة اللي هناك صديقنا محمد يسري الصحفي من الناس اللي برضو بتقدم محتوى اجتماعي جميل على كلب هاوس فمتمنى تتابعوه تستفيدوا من هذا المحتوى وصديقنا البش مهندس نائل برضو من الناس المخضرمين في مجال التقنية وهو المايسترو على كلب هاوس واللي دائماً بحرد لنا محتوى موسيقي ممتاز ما تنسوا كان معنا صديقنا ميدو أيضاً من الشخصيات الجميلة اللي حالياً بتوقع أنه هو عمارو بيفتح روم قراءة صوت الكهف فمتمنى تتابعوا وتتابعوا الروم هذه أيضاً وكان معنا الأستاذ دينا كمان برضو من الشخصيات الجميلة أنا شايف لأنه في عندي تأخير شكراً لألكم ألقاكم غداً على خير تحياتي لألكم واحتراماً إنسلاف الجميل هنغلق الروم بعد ثلاث ثواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا تدعو لأهلنا في غزة وفي لبنان وفي كل الأماكن المنكوبة سلام